السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون الكوت أقرت لجنة التشريعية البرلمانية مشروعين حكوميين يخصان تعديل قانون الطعن بالتمييز ومقترحاً نيابياً يخص العفو العام استثنت منه القضايا المرفوعة من قبل الأفراد والجهات الخاصة ويشمل مقترح العفو الشامل عدداً من القضايا المرفوعة من عام 2011 إلى سبتمبر من العام المنصرم يأتي ذلك فيما طلب مسؤول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجدد مهنة أسبوع لإبداء رأيهم حيال خصخصة الطائر الأزرق أو بقائه ناقلاً وطنياً ناقشت لجنة الشهور المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تعويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وقالت مغررة اللجنة ناب صفاء الهاشم إن مسؤولي المؤسسة الذين صدر قرار تعيينهم قبل أسبوع حضروا الاجتماع غير مستعدين للرد على استفساراتهم بسبب عدم تواجدهم في الكويت خلال الفترة السابقة وطلبوا مهلة أسبوع لتقديم رؤيتهم من يقدر يبتلي ويقول لي إذا الكويتية يا حكومة دافوا عنها تابونها ناقل وطني ولا لا شاطرين تيهم تقولوننا منسحب من الاحتياطي العام عشان نحط فيها ردوا علينا تابونها ناقل وطني ولا بتبيعونها ما في أحد وطلبوا مهلة أسبوع عندنا مؤشرات تقيس الأداء عندنا مؤشر واضح يقيس أداء الكويتية إلى اليوم اللي أقدر أقول أوكي بناءً على هذا المؤشر لازم نعدل هنا أو هناك ولا هو نسف لمجالس إدارات ونيب لديد وإحنا ما في استراتيجية ولا خطة ولا في قدرة خاصة مع الجدول اللي سبق أن أعلنت لكم عن رؤوس أموال شركات الطيران العالمية المعروفة الخمسة الكبار كلهم تتراوح ما بين أربعمائة وخمسمائة مليون إلا الكويتية خمسة وثلاثين طيارة مليار ومثين مليون من جهة أخرى قررت لجنة التشريعية البرلمانية مشروعين حكوميين يخصان أحكام الطعن بالتبييز ومقترحاً نيابياً يخص العفو العام وقررت رابعاً يخص مكافحة الفساد وتضارب المصالح غالبية هذه النصوص تتكلم عن العفو وعن جراءة محددة في الفترة من واقعة من الفترة التي تكلموا عنها في العفو تتكلم من 2011 إلى سبتمبر 2016 وحددوا أنواع من الجرائم وأنواع من العقوبات التي وقعت اللجنة وافقت بخمسة إلى واحد على هذا الاقتراح بالعفو الشامل استثنت من ذلك الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة إلى ذلك أجلت لجنة الداخلية والدفاع التصويت على اقتراحات بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2017 إلى اجتماعها المقبل وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر لعنزي أن وزارة الداخلية أبدأت تحفظها على المقترح الذي ينص على أن لا يقل عدد المجنسين عن أربعة ألاف بينما وافقت على المقترح الذي ينص على أن لا يتجاوز العدد أربعة ألاف وقال إن اللجنة تبحث صيغة توافقية لإصدار قانون التجنيس بما ينهي هذا الملف